هاي كيف كنت؟ نتمنى أن تكونوا بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة عاطفية لطاقة البرج الجديد أحاول أحكي فيه عن مشاري الحبيب نويه مشارك كذلك نويهك ورح أحاول شوف مستقبل العلاقة يعني كما عادت كنا نادي القراءة تنطبق ممكن تنطبق على البرج الشمسي والقمر والطالع إذا حسيت أن هذه القراءة لا تنطبق عليك شخصيا أحاول تشوف الأبراج الثانية أو الفيديوهات الأخرى اللي هي البرج الطالع والشمسي والقمري كذلك أنه فيه احتمالية أنه تكون قراءة عكسية يا برج الجديد عم نشوف أنه كأنه فيه جرح بقلبك فيه كأنه فيه كسري بقلبك كثير موجوع من شخص أو من ذكريات من الماضي عم تتذكر أشياء من الماضي يا برج القوس يا برج الجديد سامحني وعم شوفك كثير تعبين من علاقة حب ممكن للبعض من الرجال عم يتذكر أو مرأة من برج ناري أو من برج مائي كذلك فيه نساء عم تتذكر شخص من برج ناري أو مائي يعني عم تن بس ممكن يكون من هذه الأبراج وممكن يكون لا هذا الطاقة الخاصة طبعك يا برج الجديد عم نشوف طاقة الشريك حاليا يشعر بقوة ممكن هو حاليا بحس أنه العلاقة صراحة جيدة أنا صراحة ما عم شوف فيها خصامات أو الطاقة اللي طلعت عندي ما طبع يعني مش يعني ما فيها افتراء اوكي ما فيها ابتعاد ممكن يكون فيها ام فيها حزن اوكي او فيها يعني ما فيها يكون خصام كبير ومفترئين ومبتعدين عن بعض ممكن يكون حد ممكن نقاش لانه عم شوف هون في كسرة قلب عم تشعر فيها اوكي ممكن بسبب هذه العلاقة ممكن بسبب شيء اخر اوكي اما عم تان فانا بشوف العلاقة جيدة عم شوف كذلك حتى الحبيب اللي عم تفكر فيه او اللي معه انت يا برج الجديد عم شوفه بحس بقوة ممكن ناجح بالمش يعني بالموضوع العلاقات حتى بالموضوع المالي ممكن الامور سايرة معه بهذه المرة احسن من قبل مشارك انت نحوه عم شوفه عم يعني تتعرض لنوع من التغيير كأنه انصدمت يا برج الجديد من هذا الانسان يعني شو حصل انا عم شوف فيه صدمة في موت شيء وبداية شيء اما انا عم شوف انه هذه العلاقة كانت من قبل وكنتو انتو مش يعني مش ولابود بهذه العلاقة مش بتفاهم وانتوية وصارت العلاقة اكثر تحسنا اكثر استقرارا انتو هذا الانسان وعم تحس انه في وي ام وفي نوع من التفاهم اكثر اوكي وممكن يكون العكس كنتو بتتفاهمه من قبل وصارت العلاقة عم تسوق اما هو عم شوف انا انه ساري يعني بحس انه ام ساري يتفاهم معك اكثر عم يشعر بسعادة معك يا برج الجديد في فرح وفي سعادة اوكي عم شوف كذلك الاشياء اللي ما بتحبه بهذا الانسان وممكن شخص حلم كتير وبتحس انه انسان ما انه واقعي لانه برج الجديد عم تنشخص واقعي ما بحب انه يعيش بالاوهيم وبالاحلام وبالكلام الفارغ بحب الواقع اكثر انسان واقع كتير اه وهيك انا عم شوفك الحقيق او الاشياء اللي ما بتحبه بهذا الشريك او بتحب فيه لانه هو انسان اكثر فيه بحلام اكثر ما بيكون واقعي كل شيء احليم كل شيء كلم فارغ انت بتحسوها وقيت فيه اما الواقع شيء اخر اوكي ما بيلا اشياء اللي بتحبه فيه بتحب فيه لانه انسان شاعري حساس اه فيه نوع من من اللطف ومن العطف بقلبه هذا الانسان ممكن يكون حتى برج الحوت برج الاساد برج العقرب او برج الحمل حتى برج اشياء اللي ما بيحبه هو فيك على انه انت شخص عملي كتير شخص بتهتم بالعمل كتير ما بتهتم فيه او قيت انت تبدي اولويات للعمل ولا والنجاح المادي للمال اكثر ما تهتم فيه اوكي انا عم شوف على انه انت شخص مادي شخص عملي وشخص مادي شخص تهتم بالواقع اما هو عم شوفه شخص يعني بيهتم للمشاعر بيهتم للاحاسيس اكثر اوكي عم شوف كذلك حتى ام الاشياء اللي بتحبه فيه اا اللي بيحبه هو فيك بيحب فيك على انه انت انسان بتقدر قيمة المال قيمة البقاء مع الشخص انسان مستقر معك هو ممكن هو شخص متغير متقلب المزيج اما انت شخص طابت اكتر مشاعرك او نوايك نحو هذا الانسان بدك انه تكمل معه بالحب انه تكونه اا معا وعلى ما يعني ما بشوف بالورقة لانه انت بتحب هذا الانسان ممكن انت لا تقول لهذا الشخص او لا تبدي بالقول لهذا الشخص بالحب وهكذا يعني بس انت من جويتك بتحبه بتحبه كتير وعم شوف نوايك نحو هذا الانسان انه تستمر هذه العلاقة يعني يعني يمتلئ هذا الكأس اا بالحب اوكي عم كذلك عم شوفه بده يكمل العلاقة معك وبيحس انه في حب او في نوع من التجانس اندويه مستقبل العلاقة مستقبل العلاقة امشوفه جيد اذا كانت العلاقات او كانت العلاقة اا في نوع من القوانين اوكي ما تكون هيك عباسية انه اا مخب اللي بقلبه اوكي اذا انت مشروح او متعبين من اشياء ما بتحبه بالشريك ممكن تصرح له بس بشيء من اللطف كذلك هو لا يكون كل شيء واضح لتمشي العلاقة جيدة جدا اوكي اما بما يتعلق بالنس يعني الناس العزب عم شوف اا. ممكن يجي شخص العيلكن يا برج الجدي شخص اا من العالي اا يتقدم لالكون بالزواج ممكن انتم يا برج الجدي ما تحبه الموضوع ما تحسوا انه الموضع يعني جيد جدا لالكون ممكن حتى الشخص يكون متزوج وعنده علاقات يعني اخرى مع نساء اخرى ممكن متزوج بثلاث نساء بزوجتان بمرأة يعني في شخص في شخص قبل لكم او ممكن يكون شخص متعدد العلاقات انا صراحة ان ما مش مرتاح لهالانسان اللي عم يجي لانه بيظهر بطاقة يعني بطاقة الشيطان يعني ممكن يظهر لك شيء ويخفي شيء بقلبي اوكي انا بحب صراحة ان يكون شخص بهذه الطاقة انه منه جيد اوكي كمين عم شوف النصيح اللي بتنصحك هل هل تقبل بهذا الشخص او لا ممكن هذا الشخص بيبين بالاول لاول والها انه شخص عنده عنده منصب عالي انسان مشهور انسان عنده كتير اشيء جيدة بس من وراء هذي العلاقة راح تشوف كتير مشاكل كتير مش شوي وممكن هذي المشاكل راح تتطور وتصيرش اشيء ما بتنتهي يعني هي تصير في حلقة مفرغة مع هذا الشخص وبدك تنهي هذي العلاقة ما تلاقي كيف تنهيها اوكي انا صراحتان لا انصح لا انصح بياذا شخص ابدا ازا ازا حسيتو انه شخص مناسب ممكن لالوله الاولى بتحسو انه شخص مناسب بس ابدا انه يخفي شيء هذا الانسان اوكي ارحاول ااخد نصيحة لالكن يا برجة دي بقلك انه ممكن تسأل احد وممكن تسألني انا كمان انه ارشدك للطريقة اللي اه في انا وعمنا اه الخير لالك اوكي يعني ممكن تسأل شخص ازا في هذا الانسان فيه خير ازا ممكن تاخد نصيحة من احد وانا على ما يظهر لي في القراءة على انه شخص غير جيد اما بما يتعلق بهذه العلاقة فانا مشوفها جيدة مش مش فيها مشكل ممكن في نوع من الخلافات البسيطة بينك وبين الشريك يعني مش بالشيء يعني الكبير اوكي اه كمان هون في اه في مراسم وممكن هذا الشخص يتقدم لالك اه اه خاصة للعزب. اوكي بيقول لك انه في حليمك اللي اه تتعملناها راح تتحقق اه بسرعة اه محتاجة للتغذية ويعني العطاء اوكي. اذا بدك تتحقق اشياء كنت تتمنىها راح تتحقق بس لازم تعمل عليها وانا ما يعني برج الجدي شخص بيعمل على الاشياء ما انه شخص كسول ابدا شخص يؤمن انه الاشياء ازا تعبد فيها راح تلاقي نتيجة. اوكي هاد الشيء اللي بيطلع عندي يا برج الجدي. اتمنى انه تكون الصحة بخير وكل شيء بخير ويكون ها شهر شهر جيد عليكم. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة